تانية في النادي الاهلي قصة ناصر ماهر اللي فيها كلام كتير وتفاصيل كتيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت الموضوع باختصار ان النادي بيرمتز عاوز ناصر ماهر متمسك بضم ناصر ماهر لحد اخر لحظة كمان ناصر ماهر عايز يروح بيرمتز هو شايف ان عرض بيرمتز مناسب ليه تكلم مع المسؤولين في النادي الاهلي انه مش عايز يروح اي نادي داخل الدور المصري غير بيرمتز لو انا هرحل عن النادي الاهلي وانت مش مقتنع بيا كموسماني فانا هرحل عن النادي الاهلي واروح شايف ان بيرمتز خطوة كويسة ليه طيب النادي الاهلي بالنسباله موضوع بيرمتز مقفول تماما المسؤول النادي الاهلي واخدين قرار بانهم مش هيدخلوا في اي مفاوضات او علاقات بتخص الصفقات مع نادي بيرمتز وده بسبب موقفهم او الموقف اللي حصل فجأة في صفقة انتقال ابراهيم عادل اللي كان خلاص الاهلي متكلم عليه وكان قريب جدا من صفوف النادي الاهلي وفجأة موقف بيرمتز تحول وتغير مع النادي الاهلي في اتمام الصفقة وده اللي خلى هنا النادي الاهلي ياخدو نفس الموقف مع نادي بيرمتز في صفقة ناصر ماهر الاهلي اشترط على ناصر ماهر ان انت لو عايز تمشي وافع لأي عرض من العروض اللي جايلك جايلك بقى فاركو جايلك فيوتشر جايلك سموحة ايا كان ايه للعرض اللي جايلك ولكن بيرمتز لا ده الكلام اللي داير او اللي دار ما بين مسؤول النادي الاهلي وما بين ناصر ماهر في جديد حصل في الكلام ده وهو بناء على تأكدات من احد مصادرنا داخل النادي الاهلي انهم ممكن يوافقوا على بيع ناصر ماهر لبيرمتز ولكن مقابل عشرين مليون جنيه مش سبعة مليون زي ما كان بيرمتز عارض في الاول في نفس الوقت ممكن تكون طريق التعامل من الاهلي يعني هي لما انا اجي دلوقتي اقولك انا عايز فلان بسبع مليون فكان الكلام ماشي ان انا ممكن ااخد فلان دا وهيبقى في صفقة تانية اللي هي كانت ابراهيم عادل لما تيجي تقولي لأ مش ااخد ابراهيم عادل فانا كقدارة النادي هجي اقولك طب انا عايز فلان دا اربعين مليون فانا بعجزك هنا الفكرة ان هي الطريقة التعجزية دي اللي ممكن يكون ماشى عليها النادي الاهلي او بيتباع النادي الاهلي في صفقة ناصر ماهر لان انت خلاص انا مش عايز فلان انت مش هتديني ابراهيم عادل فانا هتديك ناصر ماهر ولكن مقابل عشرين مليون او تلاتين مليون على حسب هو النادي الاهلي حط في ناصر ماهر عشرين مليون جنيه انت مدتنيش ابراهيم عادل فانا عايز عشرين مليون جنيه ده بيع نهاية لناصر ماهر واعتقد ان الصفقة دي فيها كلام كتير يعني ممكن اوه ناصر مش عايز يكمل موسماني مش مقتنع خلينا برضو نكون صرحة هو الراجل مش مقتنع بناصر ماهر مش موجود مش في دماغه مش في الشكل الاساسي بتاع موسماني في الموسم اللي فات حتى ما شفناش ناصر ماهر ممكن كنت بتشوفه دقايق بسيطة جدا ولكن ما بتشوفهش بيعتمد عليه بشكل الاساسي موسماني فهو ناصر عارف انه مش هيكون موجود معاه في الموسم اللي جاي مش هيشارك هيكون دوره قليل او مهمش مع النادي الاهلي في الموسم اللي جاي لو كمل مع النادي الاهلي فالراجل مش عايز يكمل شايف انه هو هياخد فرصة اكبر في البيرامدز شايف انه هو يكون موجود في البيرامدز بها يضيف لناصر ماهر فابتدى هنا النادي الاهلي حطله هنا عايزين في النادي الاهلي 20 مليون جنيه فانده كمجلس ادارة النادي البيرامدز هتدفع تفضل خد ناصر مهر وأعتقد ده يعني شرط كده تعجيزي لسه مش عارفين الكلام هيروح فين هل بيرمز هيوافق على الرقم ده ولا لا لسه الموضوع مش معروف يعني لكن ممكن يكون موجود ناصر مهر في بيرمز الفترة اللي جاية أو في خلال يعني الساعات اللي جاية ممكن نشوفه لأن العلاقة أصبحت خلاص متوترة ما بين زي ما أقول لحضراتكم الجهاز الفني وناصر مهر بعد الاستبعاد طبعا خلال الفترة اللي فاتت طيب دي الجزئية بتاعت ناصر مهر